كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بالماضي عن قائمة اللاعبين الثمانية عشر المدعوين للمعسكر الاعدادي للخضور تحسبا للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري ضد نظيره القطري في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري بقطر دون حضور الجمهور وكذا وسائل الاعلام حسب بيان الفاثة القائمة ضمت خمسة لاعبين من اتحاد الجزائر وثلاثة عناصر من وفاق الصيفة وثلاثة لاعبين من نادي بارادو، إلياس شتي من شبيبة القبائل، عمار بوردي من ملودية الجزائر بالإضافة إلى يوسف بليلي وبغداد بونجاحة تجدر الإشارة فقط إلى أن هذه المواجهة لا تدخل ضمن تواريخ الفيفا